اشتركوا في القناة اي رؤية من دول يعني ايه الكلام ده يعني لو اي شخص كان بيتمنى شيء كان متعلق بزواج او كان متعلق بعمل او كان متعلق بوظيفة فمجرد ما يشوف اي حلم من دول يستبشر خير على طول ويعرف ان ان شاء الله فيه تحقيق للامنية اللي هو بيتمنىها ايا كانت موضوع مهم جدا عايزكم تركزوا معايا في دقائق معدودة علشان تعرفوا كل اه او اهم الاحلام اللي بتبشر رأي بتحقيق امنية غالية كم بيتمنىها بس قبل مخصص لتفصيل فيديو المهم ده اتمنى تدوسوا لايك عشان الفيديو بتاعكم ما يوصل لايك بر قدركم من الناس وعشان كل يستفيد ما تنسوش تكتبون احلامكم اسفل الفيديو علشان نفسرها لكم في اسرع وقت بازن الله قولي الاحلام اللي بتبشر الرأي بتحقيق امنية غالية في حياته ايا كانت وهي رؤية الحاملة في المنام الحاملة في المنام يعد من الاحلام المباشرة اللي بتدلع الفرج بعد هام وان رأي يعني هيوصل للي هو عايزه باذن الله في فترة قليلة جدا معناه ان شاء الله فيه تغيير في حياته للأفضل باذن الله اي شخص يشوف الكعبة في المنام يعرف ان شاء الله اهدافه وتتحقك يعرف ان شاء الله فيه رزق كتير وفيه حصول الرأي على كتير من الاموال في حياته واذا كانت بنتها عزباة تعرف ان شاء الله فيه اقتراب زواج من شخص مناسب باذن الله اي شخص يشوف الملابس الجديدة في المنام سواء كانت رأية او فتاة او رجل وشاف الملابس الجديدة يعرف ان دي اه رؤية محمودة بتشير للفرج والسطر والسعادة في الحياة اه وتغيير حياة الرأي للأفضل لبس الخاتم في المنام من الاحلام اللي بتداشر رأي بالخير كتير بتداشر رأي بالرزق الكتير ومن البشار المبشرة بقرب الفرج وبتغيير حياة الرأي للأفضل بإذن الله اي شخص يشوف ان هو بينجب او بيحمل فتاة صغيرة تعتبر من اجمل الرؤى اللي يمكن يشوفها الانسان في منامه اللي بتدل على ان الانسان ده اه يعني مقبل على دنيا جديدة ممليئة بكل خير بإذن الله وفي اه تغييرات ايجابية في حياة الرأي ربنا بيشاركم بكل خير ما تنسوش تكتبون احلامكم اسفل فيديو علشان نقدرنا فيه بيانس تانية واللقاء في فيديو اخرى السلام عليكم ورحمة الله